اهلا بكم في تاني حلقة على القناة مبدايا شكرا لكم جدا على التفاعل الجميل على الفيديو اللي فات يعني بالنسبة ان هو اول فيديو فميت سبسكرايب ودخلين على الالف فيو كتير وحاجة جميلة انا ما كنتش متوقع كتا يعني بالنسبة ان هو اول فيديو لو ما شفتش الفيديو تقدر تشوفه من الاي اللي هتطلع فوق او لما تخلص فورجع الفيديو ده ارجع للشانل هتلاقيه موجود عليه تعال بقى عم اقولك على فيلم رومانسي حلو اسمع بقى واحد يقول لي يو يا عم رومانسي ايه وش احتفا ومحن وكلام فارغ ما تقرفناش احنا مش نقصين يا عم لا اسمع بس مني الافلام اللي هنتكلم عليها النهاردة افلام رومانسية اغلبها اصلا كوميدي وافلام حلوة وخفيفة ولطيفة بمان احنا عاديين في البيت وكده فهتبقى لطيفة للجو يعني في الله من غير راية تير نبدأ باول فيلم وقبل ما نبدأ القايمة دي مش مترتبة من الافضل للاسوأ او العكس القايمة دي متل هوابطة كده على بعضها محبتش اعملها بالترتيب اولا وثانيا فانا بحب الافلام دي كلها الصراحة وكلهم يعني للنسبالي قريبين من بعض الى حد ما يعني معده مثلا فيلم او اتنين هم اللي هم بفضلهم اوي ولما نوصل لهم هقول عليهم كريزي ستوبيد لوف الفيلم بطولة ستيف كارل الممثل الجميل اللي عمل لنا الفيلم الكوميدي ديت نايت معايا جوليان مور ومعايا السونائي اللي عمل الفيلم لا لا لاند اللي هم رايان جوسلينج واما البيستون فيلم كوميدي رومانسي بيحكي باختصار عن البطل بتاعنا كالل اللي في اول الفيلم مردته بتطلب منه الطلاق لانها بكل بجاحة وصراحة وافورة على علاقة مع واحد تاني والبطل بتاعنا بيبقى حزين ويعيش حالة من الحزن والاكتئاب وياخد بعضه ويروح يقعد في بيت تاني وبعدين يبدأ ينزل يروح البر ويشرب ويذكر وهناك يقابل واحد تاني اللي هو جيكوب اللي يسمع حكايته ويبدأ يتكلم معاه ويقول له احنا هنخليها تندم ان هي سابتك وانت فيك حاجات كتير عايزة تتغير لبسك وطريقة كلامك وشعرك وحاجات كتير ويبدأ فعلا يعلمه وغير من لبسه وطريقة كلامه ازاي يتكلم مع الستات ويعرفه على كذا واحدة المعرفة العابرة اللي هو بس تتكلم معاه وتقضوا الليلة وخلاص وجيكوب هو نفسه كل يوم على نفس الحوار لغاية لما ييجي في يوم جيكوب هو يقابل واحدة ويحبها بجد ويبقى هو اللي بيتصل بكال بيسأله اتصرف ازاي الموضوع المرة دي بجد واحنا رايحين دلوقتي نقابل مامتها مع شوية علاقات معقادة كده تبين على اخر الفيلم ومشهد جميل بحبه الصراحة وتقريبا جمع ما بين كل الناس اللي في الفيلم في مشهد واحد كان جميل وكوميدي جدا فالعلاقات المعقادة دي وعلاقة ابن كال ده مع البيبي سيتر بتاعته وشوية حاجات حلوة كده فالفيلم عموما حلو ولطيف وهيعجبك الفيلم برعاية العيون الوسع على الجميلة اللي لا تقاوم صراحة فطلع قلوب كتير قلوب كتير هنا يا ابن قلوب من اكتر الافلام اللي بحبهم الفيلم بطولة المبدع توم هانكس والجميلة ميج رايان اللي ليها حظ وافر ونصيب كبير في الافلام الرومانسية في الفترة دي اللي هي من الف وتسعمائة حاجة وتسعين لنهاية الف وتسعمائة وتسعين قصة الفيلم في سنة الف وتسعمائة تمانية وتسعين وهو وقت كان الكمبيوتر فيه لسه بشكله البدائي او لسه بشكله اللي هو قديم شوية والسيستم القديم فبنشوف اتنين بيتواصلوا مع بعض عن طريق الاميلاد بأسماء مستعارة محدش فيهم يعرف التاني فبيعودوا يتواصلوا مع بعض ويحكوا عاجات عن بعض بدون امور شخصية للشغل والعيلة والاصحاب وكده فبيفتفضوا لبعضه بس يتضح بعد كده ان البطلة بتاعتنا صاحبة مكتبة في حي معين وان الشخص اللي بيكلمها هو رجل اعمال وغني وفي طريقه ان هو يفتح مكتبة اكبر من مكتبتها بكتير وتقريبا هتاكلها في نفس الحي فبالنسبة للسوق والشغل هم الاتنين اكتر اعداء لبعض وفي الحقيقة هم الاتنين لما بيروحوا بيفتحوا الكمبيوتر ويفتفضوا لبعض بحاجات بس من غير تفاصيل فترى هيعرفوا ازاي ان هو ده الشخص اللي هي بتكلمه او هي دي الشخصية اللي هو بيكلمها الفيلم لطيف وخفيف بالموسيقى بتاعته بتمثيل المواصلين الاتنين يعني القيمة دي زي ما قلنا مش مترتبة بس الفيلم ده هو الاقرب لقلبي يعني لو قلنا ان انا متحيز للفيلم عشان هو بطولة الاتنين دول فا اه انا متحيز للفيلم عشان هو بطولة الاتنين دول تاني فيلم معنا من بطولة ميك رايان والفيلم له طابع كوميدي جميل جدا 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 الفيلم بيبدأ بخطيب البطلة بتاعتنا بياخد بعضه ويروح باريس عشان يحضر كزا مؤتمر هناك والبطلة بتاعتنا كيت موجودة في كندا وبعد فترة اتصل بيها يقول لها الصراحة انا مبسوط جدا هنا وسعيد وقابلت واحدة وبحبها وقررت ان انا مش هرجع كندا تاني فالبطلة بتاعتنا تقرر ما تستسلمش وتاخد بعضها وتروح باريس على امل ان هو لما يشوفها يفتكرها او يحب يرجع لها تاني او حاجة كده يعني وبالصدفة الكرسي بتاعها في الطيارة يطلع جنبه واحد حرامي اسمه لوك هي اتقال كده لوك عشان هو بيتدايق او اللي هيشوف الفيلم هيفهم موضوع ده فالشخص ده سارق حاجة وعشان الناس في المطار في باريس عارفينه او هو سوابق فهيتشك فيه فيروح حاطة الحاجة دي في شنطة كيت على امل ان هما بعد ما يطلعهم المطار يقابلها ياخد منع الحاجة من الشنطة تاني بمعرفته بقى وهنا تحصل المشكلة وبعد ما يطلعهم المطار هو لسبب ما يروح في طريق وهي تركب تاكسي وتروح المكان اللي هي رايحة ومن هنا تبدأ احداث الفيلم بتاعنا ان هو بيدور عليها عشان ياخد منع الحاجة اللي كانت في الشنطة وهي تحتاج مساعدته عشان تحاول توصل لخطيبها وتكلمه او تحاول ان هي ترجعه لها تاني الفيلم الصراحة بالنسبة لي جميل جدا والممثل اللي قام بدور شخصية لوك كل طول ما انا بتفرج عليه وانا فاكر ممثل روبين ويليامز وقام بدور الزابط في الفيلم ده الممثل جميل جين رينو اللي عمل فيلم ليون the professional اللي لو ما شفتوش ارجع شوفه الاول وبعدين بقى ارجع لقائمة بتاعتنا اتاني نوتينج هيل الفيلم بتقول جوليا روبرتس وهيو جرانت والفيلم بيحكي ببساطة عن ممثلة امريكية مشهورة كانت في الزيارة لندن في منطقة نوتينج هيل ودخلت مكتبة تشتري شوية كتب وقابلت جوه صاحب المكتبة ده وتكلمت معاه شوية صغرين وكده وبعد ما طلعت برة قابلته بالصدفة وخبطت فيه وبالتالي تعرفه على بعض وهي حابة تتعرف عليه وتقرب منه اكتر وهو نفس الكلام فيطر ازاي هيتعاملوا مع بعض وهو مجرد راجل عادي وهي شخصية مشهورة جدا والناس كلها حطة عنيها عليها وبترأي بها بتعمل ايه يعني في بعض الاحيان انا بتفرج حسيت بالملل او البرود من الممثلين والاحداث بس الموضوع ما طولش يعني البسيطة وبتعدي والاحداث بتمشي يعني الحاجات المميزة اللي في الفيلم ده الاغاني الكلاسيكية اللي بتشتغل فيه كل شوية والمسيخة التصورية كانت لطيفة جدا وعجبتني صرح يعني تقريبا معظم الناس اللي بتتفرج دلوقتي اما شافت الفيلم اصلا اما سامعت عنه على الاقل وحق الناس كلها الصراحة وانا فيلم بحبه جدا الفيلم من بطولة سام كليفلين وايميليا كلورك انا بحبها مش بكرهها ولا حاجة بس في بعض الاوقات فعلا تعبيراته الشهب تبقى اوفر بطريقة غبية يعني مش مقبولة يعني لو اقل من كده سيكا كان يبقى الوضع مقبول وكده لكن تبقى الموضوع سازج او زيادة عن اللزوم يعني الفيلم كقصة وتصوير وموسيقى تصويرية وتمثيل كمان البطلين جميل جدا الصراحة ومن الافلام الواقعية الحلوة اللي هو يعني قصة الفيلم باختصار ان البطل بتاعنا كان عنده شاب وعنده نشاط وصحابه حيوية ويروحوا بيجي ومرة واحدة تحصل له حدثة ويتصب شلال رباعي وايميليا كلورك هي لسه متوظفة جديد في البيت عندهم ان هي ترعا وتخلي بالها منه وتفضل مرفقة دايما عشان العجز اللي هو عنده فيطرها هي هتبقى فعلا عنده الخدرة ان هي تخلي نفسيته احسن او يحب الحياة ويبقى عنده امل زيادة ولا هو هيفضل شايف ان كل حاجة سودة وان حياته دي لا تطاق اشترك بعض اصدقائي مرحبا ليس بخير انا اغسطس واترس لقد كنت في المساعدة من قبل ربما تريد ان تشارك بعض منك اشترك مع المجموعة ماذا اسمك؟ هايزل لماذا تشارك معي؟ لأنك جميلة ونيجي الاخر فيلم معانا في القايمة النهاردة The Fault in Our Stars الشابين بتوعنا بيتعافوا من مرض السرطان وبيتقابلوا في السابورت جروب او النادي اللي الناس بتتعم في بعضها عشان يبقى عندهم روح وامل ويشجعوا بعض انا فلان تعليجت من كذا وانا فلان كان عندي كذا فهتبقى الحياة اسهل ويعرفوا يدعموا بعض يتقابلوا هناك ويتعرفوا على بعض ويبقوا حابين ان هما يخرجوا وتفسحوا وكمان الموضوع يتطور ان هما يسافروا مع بعض مع ام البنت فهل يطرى كل حاجة هتمشي تمام ونعرف نستمتع بالجزء الباقي من حياتنا ولا هتقابلهم حاجات تانية في السكان الحقيقة الفيلم ده بالنسبة لي واقيع جدا انه بيتكلم عن الامل وان انت تعرف تستمتع بحياتك واداء الاتنين اللي عملوا الشخصيتين الصراع كان جميل فممكن قلوب تاني كتير هنا ليهم بس وبس كده ده كل اللي عايزين نقوله النهاردة يارب الافلام تعجبكم اللي تفرج على حاجة فيهم وتعجبه ياريت يعرفني واقل لي تقييمه ايه للفيلم واللي عنده اختراحات تانية لافلام من نفس النوع يقولها لنا في الكومنس لو وصلت لحد هنا احب اشكرك لو الفيديو عاقبك ما تنساش تضغط لايك شكرا